ليه ربنا رفع البلاء عن سيدنا زكريا فأعطاه الولد ورفع البلاء عن يونس فخرج سليما معافا بفضل الله عز وجل من باطن الحود وليه رفع البلاء عن سيدنا أيوب فأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى سليما معافا في جسده وليه ربنا سبحانه وتعالى حافظ داود وسليمان من فتة المال وكيف نجى الله سبحانه وتعالى لوط من القرية التي كانت تعمل الخبائث وإزاي ربنا سبحانه وتعالى نجى إبراهيم من النار اسأل نفسك ليه ليه البلاء تترفعت عن هؤلاء ما هو أكيد فيه سر يقينا فيه سر بين هؤلاء وبين الله سبحانه وتعالى صلواته ربي وسلامه عليهم السر اللي كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كشف لك هذا السر ربنا كشف لك هذا السر عشان يقولك لما تسقط فيه بلاء ووح بسرعة للسر ده ايه السر ده بقى قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات أنت تستشعر منها حركة الجسد إنهم بيجروا دائما في فعل الخير بيجروا دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات مش يسارعون إلى الخيرات لا الخيرات دي لو دايرة هم قوة دايرة ويسارعون داخل دايرة الخيرات إلى الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات اتنين يدعوننا أي يعبدوننا رغبا ورهبة في الشدة بيعبود ربنا في الرخاء بيعبود ربنا وكانوا لنا خاشعين بعدما ذكر يسارعون اللي هي حركة البدم ذكر حركة القلب فقالوا وكانوا لنا خاشعين كانوا بأبدانهم بيجروا علشان يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى وبقلوبهم بيسعوا سعوا عظيما شديدا علشان برضو يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى السر ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه في حديث كتير جدا ان انت اذا وقعت في بلاء انك لازم تفزع الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة تكتر جدا من الاعمال الصالحة اللي تكون سبب من الاسباب العظيمة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء سواء الاعمال الصالحة اللي كانت قبل البلاء او الاعمال الصالحة التي كانت بعد البلاء وعلى قدر ما انت بتعمل اعمال صالحة على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء ويرفع عنك المحنة التي تقع فيها قال الله سبحانه وتعالى في شأن بلاء يونس عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين نلبث في بطنه إلى يوم يبعثون تعالوا شفوا أثر العمل الصالح في رفع البلاء فلولا أنه كان من المسبحين هل المعنى لما التقمه الحوت أي بعد وقوع البلاء فزع إلى ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهنا لما وقع في البلاء فزع إلى الذكر وفزع إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى فرفع الله عنه البلاء خذ منها قعدة إن بعد البلاء افزع إلى عبادة الله يرفع الله عنك البلاء أو يكون معنى آخر المعنى أنه كان من العابدين كما قال ابن عباس والحسن البصر وغيره واحد كانت له صلاة قديمة بينه وبين الله عز وجل رفع الله بها البلاء عنه لذا قالت الملائكة والأثر وابن جليل الطبر في تفسير من طريق أبي هريرة ورواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره من طريق آخر والقال الحافظ ابن كثير يقوي بعضهما بعضا أن يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت لما وقع في البلاء ونادى في الظلمات بلاءات محن بعضها فوق بعض قالت الملائكة أي ربي صوت ضعيف معروف من مكان غريب الصوت ده احنا عارفينه الصوت ده احنا عارفينه ولكن في مكان غريب مش ده المكان اللي كنا بنسمع فيه هذا الصوت فقال الله عز وجل أولا تعلمون صوت من هذا كل صوت من هذا قال صوت عبد يونس قالوا يا رب ألا ترفع عنه ما وقع فيه بعبادته القديمة يا رب ده هو كان لعبادة قديمة فيما بينه وبينك ألا ترفع عنه البلاء بذلك يبقى ده المعنى التاني في الآية فلولا أنه كان مصبحين يعني كثير العمل الصالح زمان